ثلاث حالات للأطفال حديث الولادة تستقبلها مصلحة التأهيل الحركي يومياً بالمستشفى الجامعي لتلمسان المركز يضم أخصائيين في المجال من أطباء ونفسنيين يُعنى بالمتابعة الدورية لهؤلاء الأطفال نهجة الدفورية للماناً قد تستقبلها لمعرفة اطلبها مستقبلها ثلاثم مستقبلها موقعات تستقبلها للمنظر لتستقبلها الوضع مالذات ونفسنيينة لديها مسبقية أولياء الرضا بدورهم ثمنوا هذه الخطوة خاصة وأن الكثير من أطفالهم استجابوا لعملية التأهيل في أولى مراحل هذا وستمكن المصلحة الجديدة لإعادة التأهيل الحركي من تجنب عناء التنقل إلى الولاية المجاورة كما أنها ستساهم في خفض نسب الإصابة بالإعاقة حركيا لكثير من الحالات